الرقي دايما يفضل موجود يعني يمكن النهاردة بتمر ذكريات ناس كتير الذكرى اللي انا هتكلم عليها دي انا عايزة اقول لكم قد ايه يعني انا يعني ببقى ضعيفة جدا قدام ذكرى الفنانين بالذات لاني يمكن ببقى بشايفة قد ايه بيتعبوا في المشوار والذكرى اللي هتكلم عليها الفنان قدير فنان الكبير نور الشريف السنة اللي فاتت بتحديد على نفس المكان ده يعني يمكن مصادفة كنت في التاسعة وتكلمنا عن ذكرى رحيل الفنان نور الشريف فنان نور الشريف يعني فنان كبير اسم كبير رحل عن علامنا في 2015 وطرك وراءه تاريخ فني كبير متنوع جدا مصرح سينما دراما وقدم حاجات كتيرة ومختلفة مش ممكن ابدا حد ينسيها كمية من الجوائز كمية من التميز كمية من الافكار اللي طرحها نور الشريف كمان لو احنا بنتكلم عن الفنان كقيمة فمنور الشريف يمكن ثقة للموهبة أو يعني عزمة الموهبة عند نور الشريف يعني هو كمان قدر ينمي هذه الموهبة بالقراءة والثقافة والتنوع وانه يفضل طول الوقت عنده ندوج مختلف فانت لو شفت مثلا بدايات نور الشريف وشفت اعمال كتير مهمة كان يهتم ان هو يعملها وانه يقدمها طول الوقت وتبقى بتجسد الشخصية المصرية بكل اشكالها وكل ابعادها فانت شفت نور الشريف من الشاب من فتى الأحلام للشاب اللي عنده مشاكل للشخصية المصرية الأعمال التاريخية مسلسلات إزاعية أعمال كلها أهم من بعض قدم مثلا حوالي أكتر من 183 فيلم و24 مسلسل وقدم كمان يمكن مسلسلين للإزاع والست مصرحيات يعني مهما تكلمنا عن نور الشريف انت عايز أعمال كتير بس لازم هتلاقي عند نور الشريف محطات كتيرة وكمان هتلاقي علاقته بالوسط الفني والفنانين مختلفة يعني هو جيف فترة مثلا قرر ان هو طول الوقت الحقيقة هو بيساعد الوجوه الجديدة بس جيف فترة حاول يجدد ولما الدراما بتجدد نفسها وقدم عمل زي الدالي في الدالي يقدم 8 وجوه جديدة وال8 وجوه دول مازالوا موجودين وبيقدموا هما البطولات الآن يعني متقلقين هم أبطال الأعمال عدد من الأعمال الدرامية اللي موجودة فده نور الشريف حب مثلا يقدم مسلسل زي عمر بن عبد العزيز عشان يقدم هذه الحقبة التاريخية والدينية بشكل بسيط تصل إلى العامة لأن المسلسلات دي على قد ما هي صعبة جدا بس هو رأى أنه تقمص بتاعها وأنه يقدم الشخصية دي ببساطة وبسلاسة هتأثر كتير في البسطاء والعامة وتقدم قيمة تاريخية كمان مختلفة نور الشريف كان دايما عنده فكر عنده أراء حتى مكتبته العظيمة تبرعت بيها زوجته الفنانة بوسي وبناته الحقيقة مية وسارة وموجودة الآن في مكتب تسكندرية ولأنه الحقيقة كان قارئ مهم جدا أنا كنت الحقيقة يعني كان عندي من الحظ أن أشوف المكتبة العظيمة دي وكنت ببقى منبهرة يعني كم هذه القراءات ما بين الفلسفة والسياسة والاجتماع وعلم النفس والتنوع الكبير ده هو اللي عمل هذا التنوع لشخصية نور الشريف فأنت طول الوقت لما بتتفرج على نور الشريف يعني بتشوف أعمال كتير يعني كان عنده فرصة مثلا يعمل شخصيات متنوعة يعمل مثلا سياسة يعمل شخصية مثلا زي شخصية سواء الأوتوبيس مثلا لأن سواء الأوتوبيس ده يعني مهم يعني إحنا بلد كبيرة وفيها يعني ملايين من البشر بيركبوا المواصلات في الشخصية دي أنت بتشوفها كل يوم وطول الوقت وطبعا مع عاطف الطيب قدر يقدم ويحل يعني الشخصية دي عمل مثلا حاجة زي حتى بكف يعني عمل كوميدي اللاعب اللي بيلعب للزمالك وإزاي قدر يلعب فأفكرة هو كان زمالكوي جدا وكان عاشق للكورة بس كان فيه لطافة يعني كان بيقدم الكوميديا ويقدم الجدية ويقدم السياسي ويقدم المحنك ويقدم الديني والتاريخي يعني يقدم الفتوة مثلا يعني في المطارد يقدم الحقيقة شخصيات مهما تكلمت عن الرائع نور الشريف يعني يلاقوا فيه حقه أبدا لأنه يستحق الكثير زي ما قلت الفنان لا يرحل أبدا يعني يتركنا ولكن تبقى الأعمال دائما تحكي المشوار وتقدم كل ما قدمه بخير واحترام وفن